السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهر ده نتكلم في حلقة من الحلقات المميزة جدا وهنا نتعرف خلالها على أهم الحقن الخاصة في فيتامين بيتناشر وكمان هنعرف إيه هي أعراض نقص فيتامين بيتناشر وإيه هي أهم مصادره ويريت لو أنت لسه أول مرة تفرج علينا ما تنساش دعمنا وتدوس لايك وتعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان تصارك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول قبل ما نبدأ في الحقن خلينا نعرف الأول إيه هي أعراض نقص فيتامين بيتناشر أول حاجة بتحصل للناس اللي عندها نقص في فيتامين بيتناشر هو تنميل في الأطراف اللي هي الإيدين والقدمين لأن فيتامين بيتناشر بيكون ليه دور في الحفاظ على الهلاف الخارجي الخاص بالخلايا العصبية كمان بيحصل شحوب للجلد وفقر الدم لأن فيتامين بيتناشر بيكون ليه دور مهم جدا في تكوين الأربسيز أو كريات الدم الحمرة كمان بيحصل قرح والتهابات في الفم لأنهم لقوا أن فيه علاقة بين نقص فيتامين بيتناشر وحدوث قرح في الفم واللسان رابع حاجة بيحصل اكتئاب وتغيرات مزاجية لأن فيتامين بيتناشر بيكون ليه دور في تحسين المود خامس حاجة هو فقدان في الشهية وقلة الأكل بمعنى أن لو الشخص عنده فقدان في الشهية ومش عارف إيه السبب فالأفضل أنه يستخدم فيتامين بيتناشر كمان الشخص بيحس بتعب وإرهاق شديد طول اليوم لأن فيتامين بيتناشر بيدخل في العديد من العمليات الحيوية المهمة للجسم وآخر حاجة بتحصل مشاكل في الزاكرة وقصرة النسيان وخصوصا كبار السن لأنهم بيكونوا عرضة أكتر لده خلينا بقى نعرف إيه هي أهم مصادر فيتامين بيتناشر أو إيه هي الأكلات الجنية بفيتامين بيتناشر أول حاجة فيتامين بيتناشر بيكون موجود في اللحوم عموما بأنواعها كمان بيكون موجود في الكبدة وهتلاقيه موجود في الأسماك زي سمك التونة والسلمون كمان بيكون موجود في منتجات الألبان زي اللبن والجبنة والزبادي وبرضو هتلاقيه موجود في البيض وحاجات تانية كتير غيره وعايزك تاخد بالك من حاجة مهمة وهو أن الإنسان الطبيعي بيحتاج يومياً 2.4 ميكرو جرام من فيتامين بيتناشر أما بالنسبة للحوامل فبتوصل ل2.6 ميكرو جرام يومياً منه والمرضعات بيحتاجوا حوالي 2.8 ميكرو جرام يومياً من فيتامين بيتناشر وكده نكون عرفنا أهم المعلومات الخاصة بفيتامين بيتناشر وخلينا بقى نعرف أهم الحوامل الخاصة بفيتامين بيتناشر اخد بالك أن حوامل بيتامين بيتناشر بتنزل في الصدرية بكذا شكل وأول حاجة معانا منه هي الهايدروكسوكوبلامين والمادة دي هتلاقيها في أنواع حوامل زي الديبوفيت بيتناشر والبيتويلف ديبو والكوبلامين ديبو والديبوفورت والديبولفكس والهايدروفيت والديكوباكون والهايدروكسوكوبلامين واللونجافيت والإيميكوبال والمادة دي بينزل منها تركيزات 500 مايكرو جرام و1000 مايكرو جرام و1500 مايكرو جرام لكن أهم وأشهر تركيز فيهم هو الألف مايكرو جرام ودي جرائتها في المتوسط بتكون حقن عضل كل تاني يوم لمدة أسبوع إلى أسبوعين ثم حقن عضل كل ثلاث شهور لكن الجرعة اللي بتوصف من أجل بالدكاترة هي حقن عضل كل أسبوع لأن الحقنة دي بتكون مؤلمة تاني شكل من أشكال فيتامين ب12 هو السعينوكوبلامين والمادة دي هتلاقيها في أنواع حقن زي البيتو 12 البيتو الفيكس والسيدو الفيكس والروبيفامين ودول بينزلوا بتركيز 1 ميلي جرام لكل ميلي وجرعتهم في المتوسط بتكون حقن عضل كل تاني يوم لمدة أسبوع ثم حقنة كل ثلاث شهور لكن الجرعة اللي بتوصف من أجل بالدكاترة هي حقن عضل كل أسبوع لأن الحقن دي برضو بتكون تقيلة جدا نيجي التالت شكل معنا وهو الميثايل كوبلامين والمادة دي بتنزل في نوع حقن واحد بس وهو الكوبالفيكس ويتلاقيها بتنزل بتركيز 0.5 ميلي جرام لكل ميلي وخد بالك أن دي نفس المادة اللي بتكون موجودة في الميثايل تيكنا وجرعة الحقن دي في المتوسط بتكون إما حقن عضل كل تاني يوم أو حقن عضل كل ثلاث ايام أو حقن عضل كل أسبوع وده بيكون راجع لوصف الطبيب المعالج خد بالك أن الفيتامين بي 12 هتلاقيه موجود مع فيتامينات تانية زي أن يحط الفيتامين بي 12 مع الفيتامين بي 1 والفيتامين بي 6 ودول هتلاقيهم في أنواع حقن كتيرة جدا زي الاميكان يورين والنيورو بيون والنيوروروبين والنيوروفيت والترايبي والتراي فيتا سيد والتريفارول والفيتا 3 ودول جرعتهم في المتوسط بتكون حقن عضل كل تاني يوم أو حقن عضل كل تالت يوم وده بنستخدمه في الحالات البسيطة والمتوسطة أما في الحالات الشديدة فبتوصل الجرعة لحقن عضل يوميا أو ممكن كمان تلاقي الفيتامين بي 12 محطوط معه الفيتامين بي 6 والفيتامين بي 9 اللي هو الفوليك أسد وده هتلاقيه في نوع واحد بس من الحقن وهو البيوفيت بي 12 تيبو وده جرعته في المتوسط بتكون حقن عضل كل أسبوع وممكن تزيد أو تقل بوصف الطبيب المعالج كمان ممكن تلاقي الفيتامين بي 12 محطوط معه الفيتامين بي 1 والفيتامين بي 2 والفيتامين بي 6 وده هتلاقيه في نوع واحد بس من الحقن وهو نيروتون أمبول وده جرعته في المتوسط بتكون حقن عضل كل تاني يوم أو حقن عضل كل تاني يوم وديه في الحالات البسيطة والمتوسطة أما الحالات الشديدة فطبعا الجرعة ممكن توصل لحقن عضل يوميا كمان ممكن تلاقي الفيتامين بي 12 محطوط مع الفيتامين بي 1 والفيتامين بي 3 والفوليك أسد وعليهم مواد إضافية زي الأوروتيك أسد والبانسينول ودول هتلاقيهم في أنواع حقن مشهورة زي الليفابايون أمبول والأمنيفورا أمبول ودول جرعتهم في المتوسط بتكون حقن عضل كل تاني يوم أو حقن عضل كل تالت يوم وممكن المدة تزيد وصف الطبيب المعالج وعشان نكون قلنا المعلومة كاملة في حقن بتحتوي على الفيتامين بي كومبليكس ودي بتتضمن الفيتامين بي 1 والفيتامين بي 2 والفيتامين بي 3 والفيتامين بي 5 والفيتامين بي 6 لكن ما بتحتويش على الفيتامين بي 12 ودي هتلاقيها في أصناف زي البي كوم والبي كوزيم والباور بي كومبليكس ودول جرعتهم في المتوسط بتكون حقن عضل كل تالت يوم لكن في بعض الحالات ممكن تستخدم حقن عضل يومين كمان خد بالك ان في حقن بتحتوي على الفيتامين بي 12 والفيتامين بي 3 والكو كاربوكسيليز والأدينوزين ترايفوسفيت خد بالك بقى ان الكو كاربوكسيليز مشتق من الصيامين اللي هو الفيتامين بي 1 والمواد دي هتلاقيها في أنواع حقن زي الإبونوزين بي 4 والأدينوزين 4 والأدينوزيد بي 4 ودول جرعتهم في المتوسط بتكون حقن عضل كل تاني يوم او حقن عضل كل تالت يوم وطبعا بتتحدد عن طريق الطبيب المعالج وبكده نكون عرفنا اهم الحقن الخاصة في فيتامين بي 12 او الفيتامين بي عموما واتمنى انك لو استفدت من الحلقة دي انك تشايرها لكل الناس عشان يقدروا يستفادوا منها وتسهل عليهم كتير جدا في النهاية سبحانك اللهم بحمدك شدوان لا إله إلا أنت استغفرك وعتوب إليك ويا السلام عليكم